تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حفلة توزيع المنح المالية على الجمعيات الأهلية الفائزة وعددها 48 جمعية استوفت برامجها المعايير المعتمدة وذلك بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سلم الدوسري إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب والشورى والجهات الداعمة لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي والذي أقيم في نادي شريف العواضي للأطفال والناشئة بالرفاع الشرقي ويعتمد صندوق العمل الاجتماعي الأهلي في تقديم المنح المالية على دعم المشروعات التنموية التي ينفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية حيث تحولت سياسة تقديم هذه المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية للمنظمات إلى دعم مالي للمشروعات التنموية والتي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع وبهذه المناسبة أبدأ سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة أهل خليفة احتزازه وفخرة بما حققته منظمة المجتمع المدني في مملكة البحرين والتي ثابرت واجتهدت في تحسس احتياجات الأفراد على اختلاف أعمارهم فأصبحت اليد المساندة والمكملة للقطاعين الحكومي والخاص في التنمية المجتمعية كما نوها سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة بالدور الذي يلعبه صندوق العمل الاجتماعي الأهلي في توجيه ومتابعة ودعم برنامج المنح المالية وبالجهود التي بوذلت من قبل مجلس إدارته في هذا المجال طوال السنوات السابقة وقد تفضل اسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سلم الدوسري بتسليم شهادات المنح المالية على الجمعية الفائزة والتي بلغ عددها هذا العام 48 جمعية وتم اختيارها من خلال لجنة تحكيم محايدة من جامعة البحرين وفق معايير محكمة كما تفضل اسموه بتكريم الجهة الداعمة لصندوق العمل الاهلي الاجتماعي بهذه المناسبة اشتركوا في القناة